خلينا ننتقل لفقرتنا التالية وهي أهم فقرة لأنه نحن بفضل لشهداء قاعدين بهذا المكان بفضل عم نحتفل بسنة تالية على التوالية ليا بالانتصار نحن رح نكون اليوم مع ضيوف مؤسسة جعلت من أشرف الناس وأنبلون نأبو سلطة فكانت لجانب ذويهم بكل مفاصل الحياة ومع الجرحة كمان بمجهودات مختلفة وتقديم الخدمات على أوسع نطاق وخاصة بمدينة حلب نحن نحكي اليوم عن مؤسسة الشهيد فرح حلب مع ضيوفنا لليوم حازم بلال مدير فرح حلب لمؤسسة الشهيد وبانا الحريري رئيس قسم التواصل الاجتماعي بالمؤسسة صباحكم نصر يسعد صباحكم يسعد صباحكم راحة الشمس راحة الشمس راحة الشمس شما تعمل هيك سيد حازم بالبداية والشيء الله يعطيكم العافية وأكيد هذا مجهود شخصي هذا مجهود فريق كامل خلينا نتعرف أكثر عن الجمعية خلينا نحكي إما تتأسستوا وإما تصرتوا فريق واحد وتهتموا بالشهداء أول شيء صباح الخير وأهله وسهلا بكم مرسي أهله يعني بضيافتنا بحلب ثاني شيء مؤسسة الشهيد تأسست هي الأمانة العامة بحمص محافظة حمص تأسست بالألفين وثلاثة عشر تم إشهارة وبدأ يتم إنشاء أفرع الألة بباقي المحافظات إذا نحكي بحلب تم افتتاح الفرع حلب في 2015 تم انتخاذ هذا القرار وباشرت أعمالها بخدمة زوج شهداء أنت لقد تلقيت من شعارة خدمة الشهيد في أهله وبباقي المجالات أهلا بنحكي فيها نعم بعدها خلينا لك أن نتعرف منك عن النشاطات المستمرة والفعاليات على العام تقوم موافية وخاصة خلال 2018 والتحضيرات يمكن لـ 2019 يعني في سنة جديدة كمان هلأ جاي على البواب فأدي النشاطات كانت في 2018 مرضية لكم أدي يمكن غطيتوا من خدمات لأسر الشهداء هلأ طبعا انتلاقا من شعار مؤسسنا هو خدمة الشهيد في أهله أقمنا كثير فعاليات وعدة أنشطة اهتمينا فيها بزوي الشهداء من الأطفال للنساء الشهداء لأمهاتهم أقمنا عدة فعاليات ونشاطات تشاركنا فيها مع جمعيات تانية لحتى نقدم الخدمة المناسبة لهالطفل أو لهالمرأة على نطاق واسع وشامل كان يعني نوعا ما أنه في يعني تعاون مع باقي الجمعيات وبنفس الوقت يعني حاولنا نقدم أنه الخدمة الأشمل للطفل أو لزوجة الشهيد اللي اتضررت من الحرب أو لأمه كمان يعني نوعا ما كان في رضا حول خدماتنا نعم نعم خلينا أستاذ حازم نحكي مع حضرتك يمكن عمل المؤسسة بلش بمع الانتصار بحلب صحيح؟ نحن في عام 2015 في عام 2015 عام 2015 عام 2015 أستمك عنا لأكيد نحن كنا نواسقين بالانتصار أو في عامل المؤسسة يبدأ بعدة مراحل المرحلة الأمر هي تجميع البيانات نحن نسميها مسح الاجتماعي فبدي يكون عندنا الداة اللازمة لنقدر نقدر نقدر الخدمة أنا إذا ما كانت عندي بيانات زوية للشهيد أعمار أطفاله أو وين بدرسه أو كذا أنا ما فيني أقدم الخدمة الصح فكانت الهم الأول هو تجميع البيانات وبناء عشان تقل فريق المسح الاجتماعي أسم حلب لقطاعات وكل يوم ينزل لقطاع معين ضمن استمارات معينة برنامج إلكتروني معين تعبئة هذه البيانات بعدين التفتنا بعدما تصارت البيانات موجودة عندنا أنه كل عائلة شو هي بحاجة أحيانا بيجيكي في خدمات طبية لازم تتقدم لزوي الشهداء أحيانا خدمات دعم نفسي للأطفال أحيانا بتكون خدمات إغاسية أحيانا بتكون خدمات للجرحة تم فيتاح فرع الجريح عندنا بالمؤسسة تمت كتير عمليات جراحية اللي قامت فيها المؤسسة طبعا بجهود الأياد الخيرة الموجودة بالتعاون مع المجتمع الأهلي مع المجتمع الحربي بشكل عام كان فيه تشبيك مع عدد من المؤسسة تماما لأنه هاي المسئولية مسئولية تزوي الشهداء مسئولية تتير كبيرة وما في أي جهة فيها تحملها لحالة إذا ما تشبكت الجهود الحكومية مع جهود المجتمع الأهلي والمحلي لنقدر نقدم يعني خدمة بسيطة لناس قدمت أغلى شيء عندها أكيدا يمكن أنا كمان خلال زيارتنا واللوفد الإعلامي توجهت لأكتر من أسرة شهيد وجريح أيضا وفعلا فيه كتير عدد كبير بمحافظة حلب خلينا نقول من جرحة وشهداء يعني الله يرحم مع الشهداء تماما بعنا خلينا نحكي شوي عن أطفال الشهداء كونك عم تشتغلي كمانا من مواقع التواصل الاجتماعي وهذا أهم الشيء للعالم كله لأنه تعرفي كل العالم عين على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة التي تظهرها أيضا لأطفال الشهداء من نشاطات وفعاليات حتى لأسر الشهداء حتى للجرحة أدي الرسالة اليوم مهمة حتى نواحي الناس شوي أيضا لهذا الجانب المهم بحياتنا اللي نحن بفضله اليوم موجودين هلا أكيد هو يعني هي رسالة كتير كتير مهمة ولازم نحن نؤديها بالأخير هلا الطفل بالأخص يعني بالذات هو الطفل أكتر حدا يمكن تأزى من هذه الحرب أكيد استشهد أبو أو فقط حدا من زوي عائلته ممكن والدته ممكن أخوه تعرض كتير لإساءة بهذه الحرب فنحن كانت مهمتنا الأساسية التوجه لهذا الشخص المضرر سواء كان طفل أو أنسى حاولنا نشتغل عليه ندعمه نفسيا ندعمه اجتماعيا حملات توعية حملات ثقافة ممكن تنمية حتى نحن تابعناه بدراسته حاولنا نخرجه من هذه الحالة أسرنا عليه إيجابيا قدر المستطان نحن ما غيرنا الواقع اللي هو عاشه ولكن غيرنا ردة فعله للواقع صحيح خاصة عاشه رعب معين يعني ببعض الظروف أكيد هلا أكيد نحن لحالنا ما منكفي بالتشبيك مع باقي الجمعيات والجهات الثانية أكيد قدرنا نعمل له شيء ولاحظنا أكيد هذا الشيء على الأطفال اللي تعاملنا معهم يعني كثير الأطفال خرجت من حالة اللي هي كانت عايشة فيها كان منزوي كان عم بيعاني من حالة عنوف مستقلة حاله قدر يدخل بالمجتمع يندمج مع باقي الأطفال ويلعب معهم ويعيش حياتهم طبيعية مثلوا مثل أي بني آدم ما عاش أي ظرف من الحرب نعم نعم يمكن سيد حازم مشاريع كثيرة أو نقاط كثيرة ذكرتها بنا ولكن اليوم هذا العمل اللي هو مو بس الاهتمام بذوي الشهداء والأسر مو بس عليهم راجع بالفرحة أيضا على الناس اللي عم تعطي يعني أنتوا كفريق قدي شاي الخطوة هيك بتحسس الناس ببعضها بتكونوا إيد وحدة تتحملوا الوجع سواء والفرح سواء عزيزتي الفريق بكامله بقدر بقليك مو باسمي محافظة حلب المؤسس شهيد كعالي نحن بسمي حالنا عالي منا مؤسسة بكل أفرعنا نكام باللادقية بطرطوس بالشام بالسويدة كلهم هون عبشتغلوا على مبدأ أنه نحن لو لا هاي الفئة نحن ما كنا موجودين فنحن ما عم نقدي عملنا كموظفين أو كعمل هذا كواجب هذا بتحسيك أنه استمتاع يعني أنا كيف بستمتاع وقت بقعد مع عائلتي بيطلع مع أصدقائي ونفس الشي الفريق كله وقت بقدم هاي الخدمة بتحسيها بستمتاع من ألغو والاهتمام يوم بعد يوم تماما وهذا العمل عزيزتي هذا ما بنتهي يعني ما أنه هي مرحلة إنه شهيد خلص هو ذكرى موجودة لآخر يوم بهالدنيا ممكن كمان عم نساعدهم على تخليد هالذكرى أستاذ حازم تماما والتوثيق أكيد التوثيق كمان والخدمات نحن لنكون إيد بإيدة معهم لأنه هن الأصل وهن الأساس اللي خلونا نستمرين بحياتنا نحن لنتشكركم كتير عوجودكم معنا وأكيد يعني جهودكم هي عظيمة وخاصة بمحافظة حلب لقدمت عدد كبير من الشهداء من الجرحة وحلاوة أهل حلب إنه هن إيد بإيد مع بعضهم دائما هذا حلاوة الشي بحلب فشكرا لألكم بعنا وحازم شكرا لألكم لجهودكم شكرا لألكم وقول لي أويكم وإن شاء الله تضلوا هاي الأسراء اللي بترفع رأس تساء الله تساء الله تساء الله